موسيقى ورجعنا لكم تاني مفاصلي كلها بتوجعني سككين بتقطع فعظمي وعضلاتي مفاصلي بتزيق ومش أدر أتحرك أو أشيل حاجة زي زمان شكاوى موجودة في بيوتنا كلنا بنسمعها كتير جدا مفيش بيت خالي منها بس للأسف 90% منها بيروح للمكان الغلط وبيكشف في التخصص الغلط وبتبقى النتيجة للأسف تشخيص غلط علاج غلط الأوجاع بتستمر بالرغم من بالرغم من وجود تخصص قوي جدا وكبير جدا وعلم واسع جدا وهو تخصص أمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة وهذا التخصص الشيق يعمل به ويمتهن الكثير من الأطباء المبدعين وكوادر وقامات علمية قوية جدا أنا نفسي ما بسمع أسماء منها بنحني كده مضا واحد غزبا عنه تخصص فعلا شيق جدا وكبير جدا ده في النهاردة بينتمي لهذه الفئة من الأطباء الأطباء المبدعين قدر في فترة صييرة جدا ووجيزة جدا أنه يجذب الانتباه عن طريق مقالاته القوية والجريئة واللي بيناهض فيها كل الممارسات الطبية المخطئة والخاطئة وكل الأكاديب والشائعات الشائعة ما بنا في المجتمع بتاعنا كمان فترة ووجيزة جدا قدر يجذب انتباه أساته لأنه عنده القدرة والزكاء في تشخيص بعض أمواض المفاصل والمناعة وعلاجها والتي عجز الكثير من قبله على تشخيصها ومن ثم علاجها أنا بقولك هو هتسمعوا الاسم ده كتير بعد كده ركزوا فيه والاسم ده يرتبط بتقدم كبير من ناحية العلمية ومن ناحية المهنية في هذا التخصص الشيق دكتور محمد مهر منصور مدرس واستشاري أمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة كلية الطب جميع تين شمس منورني دكتور ايه ربنا يباريك في حضرتك اللي بيحصل في المجتمع بتاعنا يعني احنا الشكوى برغم ان هي كتير جدا بس يعني مش هقول لك الندس مختار فيه ناس أصلا ما تعرفش أن فيه تخصص لأمراض المفاصل والروماتيزم ومن فصل عن تخصص جراحة العزام كله بيبقى على جراحة العزام الفكرة بس أن الأمراض الروماتيزم والمناعة دي خاصة بالحاجات اللي ما فيهاش إصابات يعني إيه روماتيزم روماتيزم هي أي أمراض بتصيب المفاصل والأنسجة الرخوة اللي هي العضلات والأربطة أما بقى أمراض المناعية أمراض المناعة الذاتية هي الأمراض اللي فيها بيهاجم مناعة الجسم الجسم نفسه بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جهاز مناعي جوه جسمنا جهاز المناعي ده وظفته أنه بيهاجم أي جسم دخيل من ميكروبات أو فيروسات أو ممكن يهاجم خلايا جسم نفسه لو حصل فيها تطور سرطاني طبيعي في جسمنا كل شوية ممكن تطلع خلايا سرطانية فالجسم مناعة الجسم بتعرف عليها فبيتهاجمها في ساعتها اللي بيحصل في أمراض المناعة الذاتية أن مناعة الجسم بدل ما بتهاجم الأجسام الغريبة بتبدأ تهاجم الجسم نفسه فأي حتة بيوصلها الدم بتاعنا فيها مناعة ممكن يحصل فيها أمراض مناعة ذاتية أشهرها أمراض المفاصل زي مرض الروماتويد المفصلي لو المناعة الذاتية بتاعت الجسم هاجمت مفاصل جسمي بتعمل مرض الروماتويد المفصلي ممكن تهاجم الجلد والشعر بتعمل مرض الزئبة الحمرة كمان بتأثر على الكليتين الجهاز العصبي أي حتة في الجسم بيوصل لها دم وارد يحصل فيها مرض مناعة ذاتية تمام دلوقتي إمتى أعرف بس العيان أو المريض اللي قدامنا إمتى إمتى شكوتك هتروح بيها الدكتور العظام وإمتى شكوتك هتتجه بيها للأطباء المبدعين حقيقة بتوع أو المتخصصين في أمراض الروماتيزم والمناعة عشان برضو للأسف إحنا يعني إنت لو شفت جبت أي قرية كده هتلاقي فيها ثلاثة أربعة دا كثرة جراحين عظام وفي وتيجي تدعب على التخصص الجميل ده مش هتلاقي مثلا كل دكتور فين وفين بقى يعني برضو التخصص يعني نادر شوي هو العظام متخصصين بالحاجات اللي فيها إصابات أكتر جراحية أكتر لكن إحنا متخصصين في الحاجات اللي فيها ألام أو التهابات يعني إحنا لو عندنا التهاب في المفاصل إم تقولي أن أنا عندي التهاب في المفاصل مش مجرد ألم لو المفصل بيورم بيسخن بيحمر بيوجعني وأكتر صبحة يقوم من النوم عكس لما المفصل يتهابني مع المجهود وخصصا في الفقرات الظهر كمان يعني مثلا حد بيقول أنا ظهر يوجعني ظهر يوجعني ده مع الوقفة آخر النهار لما بعمل الوقفة جامد ده مش التهاب ده الأغلب وجع ميكانيكي أو وجع ميكانيكي ده نتيجة الوقفة كتير عكس الأمراض المناعية أو الروماتيزمية اللي بتيجي في المفاصل الظهر مثلا يقولك المريض أن أنا آخر ما بنام أو أول ما بقى أصحى من النوم الظهر يقفش علي مش قادر أتحرك شوية بشوية بيحاول أقوم وأم أتحرك الألم ده يخف ده مرض مناعي مثلا زي أمراض المناع التيابس المناعي في الفقرات الروماتويد المفصلي بيتميز أن هو برضو الألم بيبقى الصبحة أكتر ومعها ورم يعني المريضة تصحى الصبح تلاقي صوباحة أفشى عليها تقعد ربع ساعة نص ساعة مفصيلها أفشى مش قادرة تحركها ورمة تبدأ شوية بشوية تحاول تحركها مع الحركة الوجع يخف عكس الحاجات اللي بتبقى فيها الألم آخر النهار إمتى تاني ممكن نروح لدكتور الروماتيزم المناع لو فيه طفح جلدي ظهر على الوش على شكل فراشة تساقط شديد في الشعر القرح في الفم صوابع الإيد لو تزرق وتبيض وتحمر وتوجعني في الشتاء لو طلع قرح متكررة في الفم مع التهاب في العين التهاب قزحي أو التهاب شبكي ده أمراض مناعية كل دي علامات إن أنا فيه مشكلة فيه مشكلة مناعية مناعية مش قصة بالضبط وأهم حاجة هو إزاي أفرق بين التهاب والألم زي ما قلت لحضرتك التورم والأحمرار وعدم القدرة على حركة المفصل دي مهمة جدا لأنه بتفرق لي بين أمراض كتير يعني فيه مثلا مرض الحمى الروماتيزمية اللي الناس كلها بتقطئ في تشقيصه أو الناس كلها فهم غلط إن أي ألم في الجسم معاه ارتفاع في تحليل الحمى الروماتيزمية هو حمى الروماتيزمية الفكرة إيه إن الحمى الروماتيزمية ده مرض مناعي اللي بيحصل إن بعض الأطفال في الأغلب من سنة من 5 إلى 15 سنة لغاية سنة 20 سنة بالكتير بيبقى عندهم بروتين في المفصل أو في صمامات القلب مشابه لبروتين البكتيريا السباحية ده عدد قليل جدا من الناس اللي عندهم الجزء الشازي ده في البروتين مش كل الناس اللي بيحصل إن لو الطفل ده اتصاب دخل جوه زوره البكتيريا السباحية بتتكون أجسام مضادة اللي هي الأنتي سريبتولايسين أو تيتر أو التحليل بتاع الحمى الروماتيزمية زي ما الناس بتسمي بعد ما الأجسام المضادة ده يتهاجم البكتيريا السباحية بعد أسبوع عشر تيام تبدأ تكتشف إن المفصل بتاع الطفل ده أو صموات القلب بتاع الطفل ده ده شبه البكتيريا السباحية فتبدأ تهاجمها فتعمل التهاب في المفصل الطفل ده يجي رجبته أو كوعه بتحمر بتوجعه مورمة مش قادر يلبسها مش قادر يحركها الطفل جاي متشال فعلا حرفيا يبدأ ياخد مسكنات ومضادات للتهاب أربع خمس تيام المفصل ده يخف تماما تماما بعدها بكام شهر يجيله التهاب في اللوز تاني بعدها بأسبوع عشر تيام يبدأ القلم ينتقل لمفصل تاني يجي قوعه أو رجبته التانية يحصل فيها نفس الحكاية الفكرة مش بس واجع في المفصل لا ده التهاب في المفصل أو التهاب في صمامات القلب بيشخصه الدكتور القلب بالإيكوب بالموجات السوطية على القلب إن هل كل ألم في الرجل في طفل طلع عنده تحليق البكتيريا السباحية إيجابي ده يساوي حمار رومتزمية بتأكيد لا للأسف هو ده اللي بيحصل اللي بيحصل إن أكتر من تسعين في المية من الأقصال اللي ماشي على بنسلين طويل المفعول بتاخده غلط وهي مش المفروض بتاخده لو بيوصلوا بيه لسن يعني من العمضة أفزاله لسه عليه برضو وده كله يعني طول عموم بياخده غلط أصلا الفكرة إن لو في طفل في الفصل جاله ليه وز الفصل كله اللي عملت له تحليل البكتيريا السباحية بتطلع إيجابي فاللو بيحصل إن أي طفل فيهم بقى رجل بتوجعه ويروحوا مشخصينه على طول حمار رومتزمية ويبدأ ياخد البنسلين طويل المفعول لكن مش ده صحة صحة إن هو ممكن في كل مدرسة واحد بس يبقى عنده حمار رومتزمية إنه وجد هو اللي عنده مشكلة في البروتين بتاع المفصل أو بروتين بتاع الألم دي الفكرة بتاعت اللي تفرق بين الالتهاب والألم شوف حضرتك المجرد ألم ده حاجة هابلة واحد طفل ماشي رجل وتلاوت مثلا وفضلت وجعه أسبوع راح للدكتور راح طالب له تحليل البكتيريا السباحية طلعت إيجابي فيتشخص إنه هو عنده حمار رومتزمية بنسلين طويل المفعول مش علاج الحمار رومتزمية هو بيمنع دخول البكتيريا السباحية تاني فبيمنع تكرارها لكن علاج الحمار رومتزمية مضدات للتهاب يعني بنسلين طويل المفعول ده مش علاج أصلا طيب يا جماعة بعد إذنكو يعني احترموا التخصص فيه التخصص لهذه الأطفال اللي بتعالي فيه الطفال فعلا بتفضل طول عمرها تاخد هذه الحق ناش شابسة جدا هم أصلا من البداية متشخصين غلط لأنه ما رحوش لحد متخصص لأسف ممكن هنا يكون دكتور بطن عامة دكتور أطفال لأسف ساعات الصيدلية يعني برضو زي ما كنا بنقول بيفضل الطفل بيعاني طول عمر بسبب هذه الحق ناش اللي هي أصلا صعبة صعبة فعلا جدا في أخدانها حضرتك ليك بقى كبير جدا بقى دلوقتي فيه مناهضة العادات والمجتمعية الخطيئة مقالتك صراحة جريئة اللي أنا بستنها يعني بشوق كل فترة متنزل إيه تاني المجتمع بتاعنا بيمرسوا كده فيه أسطورة طبية شائعة يقولك أنا كعمي بيوجعني إذن أنا عندي أملاح ونقرس آه أعيوة بالضبط فكرة إيه مرض النقرس ده بيكون نتيجة ترسب أملاح حمض البوليك جوه المفاصل وتعمل التهاب تاني نرجع لنقطة التهاب ولا مجرد ألم مريض النقرس بيجيله التهاب في المفاصل وخصوصا مفصل الصباح الرجل الكبير مفصل ده يسخن ويورم ويحمر كأنه مضوحس يقعد يومين تلاتة واجعه ياخد حاجة مضادة للتهاب ويخف تماما نفسه زي ما حصل الحمر ومتسميه ويتقرر عليه كل كم شهر لكن ألم الكعب ده ألم أسفل الكعب ملوش علاقة خالص بالأملاح ولا بالنقرس ألم الكعب ده وارد يبقى حاجة اسمها الاتهاب اللفافة الأخمصية أو بلانتر فاشي عدس في حاجة في الرجل اسمها البلانتر فاشي أو اللفافة الأخمصية ده بجموعة أربطة بتربط صوابع الرجل بالكعب مع كتر الوقفة ومع الأحزية الديقة بيحصل فيها شوية التهاب تعمل القلم ده مع كتر الاتهاب وتكرره بيحصل تكلس في مكان ما الوطر بيمسك في الكعب يعمل شوكة عضنية مع الوقت ده ملوش علاقة خلص بالأملاح ولا بالنقرس يعني ممكن ست مريضة كبيرة بتاخد مدرات للبول ترفع حمد البوليك شوية عندها يعني في أسباب كتير قوي ترفع حمد البوليك مش معنى أن حمد البوليك مرتفع إن المريض ده عنده نقرس يعني أنا معليش نقرس غير لو فعلا فيه التهاب في المفصل نتيجة ترسه بأملاح حمد البوليك يعني حالك تعرف أن ممكن شخص عادي عنده حمد البوليك مرتفع ومعنوش أعراض ومعنوش نقرس ممكن مريض النقرس نفسه حمد البوليك عنده ما يبقاش عالي بالزبط يعني يعني ما لغاش علاقة خلص بألام الكعب ممكن ييجي في مفصل القدم مفصل الرجبة وشخص إزاي القصة دي في المفاصل يعني زي أنت تتأكدوا إنه هو ده فعلا ده مريض النقرس من شكل الكلينيكي للمرض إنه هو بتيجي بنوبات مع حمرار والجلد بيبقى بيلمع مشدود وبيلمع ومحمر في المفصل ثلاث أربعة يام ويخف ويتكرر ممكن ييبقى حمد البوليك عالي سرعة الترصيب عالية ده بيشخصنا أكتر أكتر حاجة بتشخصه إنه إنت تلاقي حاجة اسمها جاوتي طفاي أو ترصيب كالسيوم ترصيب قصدي حمد البوليك جوه المفصل فيه نازل عندهم كأنها خراج بس من التكلسات بتاعت حمد البوليك تمام تمام في النقطة بقى أزيكلم عليها بقى تخصنا احنا يعني بيجينا شكاوة كتير جدا للحوامل أقول أستاذ عموما هو عظم كله وجاني عضلاتي كلها خلاص مش قادرة أعمل حاجة زي الزمان وجع في عضلات أنا مش قادرة أفصل في حاجة اسمها الفايبروميالجيا أو ألم الروماتويد التوتري أو العصبي أو الألم العضلي اللي في ده أشهر سبب يعمل الشكوى اللي حريك بتقول عليه فتيجي في الستات في منتصف العمري يعني ممكن من 20 إلى 40 إلى 50 سنة تيجي المريضة تقول أنا جسم كله وجعني عضلاتي وجعاني جسم كله وجعني مش قادرة أحدد إيه أكتر من إيه كل جسمي وجعني تعمل تحليلات كلها تطلع سلبية يطلع حمد البوليك علي شوية سرعة ترصيب علي شوية طب خودي بنسلين طب خودي مش عارف إيه وهو في الآخر تأسمه روماتويد عصبي توتري الناس دي بيبقى عندهم حساسية الجسم للألم أعلى من الناس الطبيعية فمع أي توتر أي ألم أي عدوة بكترية يحصل ألم في الجسم كله اللي يخوفنا بقى في السن الكبير يعني لو واحدة سنها كبير وقالت أنا عظمي كله وجعني يخوفني أمراض السنويات في العظام لو حاجة مثلا زي الميلومة الخبيثة أو أي ورد خبيث يترصب في العظام يعمل ألم في العظام شديد يتلاقي الستة دي يجي اسمها كل وجع هتلاقي عندها أنيمية وارتفاع في وظائف الكيلة وسرعة الترصيب عالية جدا تعمل مسح الزري على العظم يتلاقي فيه الانتشف الانتشف أن فيه خلايا سرطانيا فيه مرض برضو مشهور جدا بس محقدش يعني ناس كتير ما تعرفوش حاجة اسمها ألم العضلات الروماتيسبي أو اللي هي دي بتيجي فسات الكبار بيجي لهم ألم في منطقة الكتفين ومنطقة الحوض بيبقى مصاحب ليه ساعات صدع أو ألم في الصدق أو أعلى الفكين نتيجة التهاب في الشريان الصدقي وهو أصلا مرض نتيجة التهاب مناعي في الأوعية الدموية بيبقى معاه سرعة بترصيب عالية جدا وألم في الكتفين وفي الحوض ممكن بعد كده سرعة بترصيب عالية وبيستجيب جدا للكورتزون المشكلة لو ما تشخصش وما تعليكش ممكن يؤدي لفقدان بصر إحنا في مضة الفيتامين دي هل الفيتامين دي بيطلع غالبا يعني أنه هو في وانت عندك المشكلة دي وفي بعض الأحيان لو نقص فيتامين دال شديد جدا ممكن يعمل شوية ألم في العظام وفي العضلات وارد أنا بقول آه بس نحن أسعب نفق التشخيص مهم زي المرض دا آه بسبب عاجز بس يعني وارد نقص فيتامين دال الشديد جدا والمستمر ممكن يعمل شوية ألم في العضلات شوية ألم في المفاصل بس مبقاش بالشدة الرهيبة بتاعة مثلا مرض الفايبروميالجي أو السنويات اللي في العظام حاجة تانية برضو الخشونة خشونة المفاصل خشونة المفاصل مش بس بتأثر في الرجبتين ممكن تأثر حتى لصوابع الإيدي وده ممكن يلخبط مع مرض الروماتويد يعني الفكرة أن تحليل الروماتويد بيطلع إيجابي ممكن في 4-5% من الستات الكبار عشان أشقص أن فيه روماتويد لازم يكون فيه تورم وتورم المفصل بنفسه الورم فيه طري مش عظمي وما يأثرش دايما الروماتويد على المفاصل الطرفية بتاعة الصوابع عكس مثلا الخشونة خشونة المفاصل تيجي ممكن تأثر على المفاصل الطرفية وتبقى فيها زياد نطوآت عظمية تعمل ألم دي لخشونة فدي بتبقى خشونة ممكن مريد يشخص أن هو روماتويد ويفضل ماشي على عقار الروماتويد فترة وهو عنده خشونة يعني نازم يعرفين أن ممكن الخشونة نفسها تأثر على الصوابع أنا جبت كثير فعلا كده مشخصين برضه روماتويد وهم بالتحليل ممكن شوية خشونة ويشخص روماتويد مجرد التحليل أن فيه ناس أصلا عندهم روماتويد حاجة اسمها الروماتويد السلبي عندهم تحليل روماتويد سلبي يعني تعمل تحليل روماتويد ما عندهوش أصلا روماتويد في التحليل بس هو عنده روماتويد ويمشي على الجهة وروماتويد يتحسن عنده التهاب في المفاصل يبان بالصنار يبان بالفحص هو الروماتويد المفصلي زي ما قلنا في الأول إن هو مرض مناعي بيصيب المفاصل وخصوصا المفاصل الصهيرة بتاعت الإدين والرجلين العلاج بتاعه بيبقى علاج مناعي بيبدأ بعقار اسمه الميسوتريكسيت الميسوتريكسيت ده بيقلل التهاب في المفاصل مع عقار تاني اسمه الهايدروكسيكلوريكين برضه بيقلل التهابات المفاصل فيه ناس بيبقى عندهم علامات اقتورة من الأول يعني مرضى الستات عندهم التهاب شديد في المفاصل عندهم بدأ يبان تآكل في المفصل في الأشعة مش مستجبين للعلاج فالحل ليهم بيبقى حاجة اسمها علاج بيولوجي علاج بيولوجي دوت بيروح على المواد اللي بتفرزها الخلايا المناعية ويقفلها فتقلل الألئم العلاج بيولوجي ده بقى يستخدم في الروماتويد ويستخدم في الزئبة الحمرة يستخدم في تيبص الفقرات المناعي يستخدم في علاج الأمراض الالتهابات المناعية في الأوعية الدموية طبعا كل حاجة خلقتك من دولة احنا نعملها حلقة الروماتويد، زئبة، يعني كل حاجة ده بقصص كبيرة يعني محتاجين كل حاجة الروماتويد والحمل الروماتويد والحمل المعروف أن الأمراض المناعية بتنشط مع الحمل عكس الروماتويد المفصلي يعني زئب الحمراء تنشط مع الحمل مرض التهاب المناعي في العضلات البوليمايسايتس والدروماتومايسايتس ينشط مع الحمل لكن وجدوا أن الروماتويد ممكن يخمل شوية مع الحمل ودي كانت حاجة غريبة الفكرة كلها في الأدوية اللي تتاخد مع الحمل في أدوية لازم تتوقف قبل الحمل من 3 إلى 6 شهور زي الميسو تريكسيت والمريضة ما تردعش لو هتاخد في أدوية سبايرين خلاص بناخدها الفكرة كمان في بعض العقارات زي عقار اسمه الليفلونامايد الليفلونامايد ده عقار لازم يتوقف سنتين قبل الحمل عشان كده مريض الروماتويد مريضة الروماتويد لازم تتاخد وسيلة منع الحمل وما تفكرش في الحمل غير لما توقف حقار الميسو تريكسيت مثلا قبلها ب 6 شهور فرضا عايزة تحمله مستعجلة على الحمل وعقار الليفلونامايد بتاخده ممكن قبلها ب 3 إلى 6 شهور تاخد أدوية زي الكويستيران أو حاجات تسحب العقار الليفلونامايد في الدم وتنزله في المرارة وفي الكبير يعني حلقة شيقة ولازم توعدنا ان شاء الله يبقى فيها حلقات تانية لأن الناس فعلا أول ما أعلننا على الحلقة الناس بقيت تتكلم كتير يعني المتشوقين أن هم يسمعوا الأحاديث الشهقة عن الأمراض المفاصل لروماتيزم وفعلا وضفنا يعني شرح لنا أحاجات كتير ما كانش واضحة قدامنا على وعد مننا ومنه إن شاء الله نحن نتقابل في أحلقات جاية كتير نتكلم عن الروماتيزم لوحده وزئبة لوحدها كل حاجة تخص ألم المفاصل لأن ألم المفاصل زي ما قلنا موجود في كل بيوتنا ما فيش حد يعني ما عندوش ما سمعش القصة دي قبل كده من من والده ومن والدته ومن أحد من إخواته كنتم معانا على مدار الساعة على قناة الساحة والجمال برنامج أنت الطبيبة والفقرة السابتة فقر الطبيب والطبيب والنهاردة تكلمنا عن أمراض المفاصل مع ضفنا العزيز الجميل دكتور محمد ماهر منصور مدرس واستشاري أمراض الروماتيزم والمناعة تقولي الطب جامعة إن شامس نشوفكم إن شاء الله على خير الحلقة الجيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة